نروح للمباراة اللي جاية المباراة اللي كانت حديث السوشيال ميديا بالفوز كبير للنادي الاهلي 20-0 فريق 2006 اللي قدر يفوز في بطولة منطقة القاهرة على فريق الاسكان 20-0 وكانت المباراة دي بأهداف حديث السوشيال ميديا معانا ملخص وأهداف المباراة زم احنا شايفين قدام حضراتكو يعني رغم الفوز النادي الاهلي أو لعبته ما اكتفوش بفوز بواحدة أو اتنين أو تلاتة أو عشرة لكن 20-0 يعني بتنوم من لعب النادي الاهلي يعني حتى لو بتكسب لنت عايز تكسب أكتر طول ما فيه وقت في المباراة تعايز يعني طول أنا موجود هقول لحضراتكو برضو أهداف المباراة وإحنا بنشوف الأهداف قدام حضراتكو من الأحرز أهداف النادي الاهلي جات عن طريق عزة منصور أحرز ثلاثة أهداف محمد رضا ثلاثة أهداف عمر محمود ثلاثة أهداف يوسف إسلام ثلاثة أهداف وعمر فتحي هدفين وعمر محمد هدفين ورمزي يونس ومحمد بشير وآدم سمير وعلي الدين علاء هدف واحد لكل منهم هقول لحضراتكو برضو تشكيل النادي الاهلي وانتو كده بتتفرجوا وبتستمتعوا بالعشرين هدف كان في حرس المرمى محمد أبو جريشة في خط الدفاع عمار وليد حافظ ده واحد من أمير الميزين عبد الرحمن النحاس أيضا أحمد رضا وأمير علاء في خط الوسط يوسف إسلام آدم سمير يوسف الجندي محمد رضا عزة منصور وفي خط الهجوم عمر فتحي شارك عليه الدين علاء بدلا من أمير علاء محمد بشير بدلا من عزة منصور ورمز يونس بدلا من عمار وليد حافظ وعمر محمود بدلا من عمر فتحي شايفين الجدية والإصرار بتوع لعيب النادي الاهلي رغم الفوز الكبير لكن اللعيبة ما اكتفتش لعيبة عندها يعني الإصرار عندها الروح عندها العزيمة واحنا الترتيب بفريق 2006 زي ما احنا عارفين كان 2006 السنة الفاتت عندنا فريق قوي جدا فالسنة دي طبعا ضمين 2006 مع 2005 وايضا لعبين الموجودين دول لعبين مميزين فبيلعبوا في بطولة منطقة القاهرة كابتن حسن محمد بني فاني 2005 بيحتاج حد ايضا فيهم بيشارك مع 2005 فدول بيلعبوا في 2005 و2006 شايفين تنوع كبير في الاهداف مهارة فردية تزديد من خارج 18 ضربات رأسية